سوف أشرح لكم أو أعيد شرح درس النباتات النباتات زي ما نعرف وأخذنا زمان ونحن بالرابع هي كائنات حية تنمو وتتغذى وتتنفس وتتكاثر وتختلف في حجومها وأشكالها وألوانها لكن في عندها صفة اللي هي أنها ثابتة لا تنتقل من مكان إلى آخر إذن حركتها ليس لها حركة انتقالية من مكان إلى آخر وتم عن طريق العلماء تصنيف النباتات إلى مجموعتين إلى مجموعة نباتات بذرية ونباتات لا بذرية إذن هون عندي النباتات تقسم عندي إلى قسمين هون عندي نباتات لا بذرية أي أنها لا تحتوي على بذور تساعدها في عملية التكاثر بل لها ما يسمى بالأبواغ مثال عليها نبات الخنشار إذن عندي هون مثال نبات نبات الخنشار الذي يتكاثر بالأبواغ إذن لا يعتمد على البذور لعدم وجودها في عمليات التكاثر أما الجزء الآخر فهو أيش عندي النباتات البذرية والتي تنتج عندي بذور لتعمل على تكاثر هذه النباتات النباتات البذرية كما تعلمنا سابقا تقسم عندي إلى قسمين تقسم عندي إلى قسمين نباتات زهرية ونباتات لا زهرية نسبة إلى إيش؟ إلى مقدرة هذه النباتات عندي على إنتاج الأزهار وهذه النباتات الزهرية واللا زهرية لها أسماء أخرى النباتات الزهرية عندنا تسمى عندي نباتات مغطات البذور والنباتات والنباتات الزهرية هي نباتات معرات البذور نسبة آسف نسبة لتواجد البذرة أو مكان تواجد البذرة فالنباتات الزهرية المغطة البذور تكون البذرة عندي مغطة داخل ثمرة أما اللازهرية فتكون عندي داخل مخاريط في عندنا أمثلة على نباتات اللازهرية عندنا هون الصنوبر عندي السيرو الجولد ستار وغيرها من آسف هون وغيرها من الأمثلة على النباتات التي بذورها لا تكون داخل ثمار بل داخل داخل مخاريط داخل مخاريط إذن هون عندنا بذورها تكون بالمخاريط مخاريط النباتات اللازهرية بذورها تكون في المخاريط أما عندنا النباتات اللازهرية التي تكون اللهم صلى على سيدنا محمد التي تكون بذورها داخل ثمار داخل ثمار داخل ثمار ولكنها مقسومة أيضا عندي إلى قسمين عندي نباتات ذات فلقة واحدة ونباتات ذات فلقتين هون عندي ذات فلقة واحدة وهون عندي ذات فلقتين نسبة إلى إيش يا خامس؟ نسبة إلى قدرة هذه البذرة أو نقسمها إلى قسمين جزئين تتكون البذرة من جزئين أو جزء واحد إذا كانت تتكون من جزء واحد لا نقدر على قسم هذه البذرة بإزالة يعني أول إش منزيل الغلاف تبع البذرة وعندما نحركها زي ما عملنا بالصف شفنا الأرز شفنا القمح حتى الذرة لا يمكن تقسيم هذه البذرة إلى جزئين أما ذات الفلقتين بإزالة غلاف البذرة يمكن يقسم أو تجزئة هذه البذرة إلى جزئين من الأمثلة على ذات الفلقة الواحدة عندي القمح الأرز الشعير الموز التمر وغيرها أما عندي ذات الفلقتين في عندي أكثر من مثال عندنا البازيلا الحمص التفاح التين البرتقال وغيرها من الأمثلة إذن هناك عندي النباتات بذرية ولا بذرية حسب إنتاج البذور اللابذرية عندنا مثال عليها الخنشارة الذي يتكاثر من الأبواء النباتات البذرية تقسم عندي إلى قسمين زهرية ولا زهرية حسب إنتاج الأزهار والثمار الزهرية الزهرية هي نباتات مغطاة البذور لأن البذرة تكون داخل ثمرة تكون داخل ثمرة تكون داخل ثمرة البذرة تكون داخل ثمرة عندنا الصنوبر السيرو الجولدستار وهنا النباتات مغطاة البذور تقسم عندي إلى قسمين نباتات ذات فلقة واحدة قمح أرز موز تمر وذات فلقتين بازيلا حمص طفاح تين برتقال طبعا هذه النباتات سبحان الله لها أهمية كبيرة في حياتنا لها أهمية كبيرة في حياتنا في حياة الإنسان منها وهو الأهم هي عبارة عن الغذاء للإنسان حيث أنها تعطينا المواد الأساسية المفيدة لحياتنا من ألياف كربوهايدرات سكريات وغيرها وأيضا يستخدم في صناعة الملابس مثل حكينا القطن والكتان وتستخدم أيضا الأخشاب في صناعة الأبواب والأثاث وأيضا لصناعات الأدوية من هذه الأعشاب التي نعرفها زي ما حكينا نستخرج منها مواد لصناعة الأدوية وأيضا هناك نباتات ذات روائح زكية نصنع منها العطور زي ما قلنا الجوري النرجس اللهم صلى على سيدنا محمد اليسمين وغيرها من هذه الصناعات أو هذه النباتات التي تعمل على صناعة العطور طبعا تسهم النباتات أيضا عندي في تحسين المستوى الاقتصادي وفرص العمل المتنوعة من حيث أن عمليات الزراعة والعمليات الصناعية التي تعسمت على هذه النباتات الموجودة عندي وبهذا يا رابع يا خامس أعطينا ملخص صغير أسف يعني على شوي على العجقة اللي أنا فيها تحملوني بس أنا السريع صورتي الكوية عشان تحضروا إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه شوي وأي إشي بدكوية بعثولي على الخاص إن شاء الله يمكن ان تكون دخ thrownそう إن شاء الله يكمل